بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم والنهارة بنتكلم عن خمس أساطير أو خمس معلومات عن العسل النحل وردين في تقرير علمي نشرته مجلد هيلث شوتس وتحت عنوان لا تنخدعوا بهذه الأساطير عن العسل فيا ترى إيه الأساطير أو إيه المعلومات الخمس معلومات اللي هم موجودين أو الناس عرفهم عن العسل منهم الصحيح ومنهم للأسف الخطأ أول أسطورة بتقول إذا تبلور العسل فهذا يعني أنه فسد يعني إذا العسل دهوت كان متبلور أي تحول من أسطورة السيلة إلى متبلور أو حبيبات فده بيكون فسد وللأسف الشديد المعلومة قطأ العسل الطبيعي بيتجمد عادي في الشتاء العسل الطبيعي بيتجمد بيه البرودة وممكن بسهولة جدا أنه أنا أرجعه لحالة السيل السائلة مرة أخرى بحيث أنه أنا بأخذ عبوة العسل دهية وبحطها في مية سخنة وابدأ أحركها بلطف كده بترجع للحالة الطبيعية بتاعتها تاني طبعا بدون أي مشاكل إطلاقا أو أي تأثير على المزاق أو على خواصه الغذائية أو التركيب بتاع العسل المعلومة التانية أو الأسطورة بقى التانية للناس تعرفها أن العسل لا يفسد أبدا وده طبعا معلومة خاطئة العسل طبعا كلما زاد التخزين بتاعه في ظروف غير موتية فطبعا بيفقد الكثير من القيمة الغذائية بتاعته والخواص بتاعت العسل أكيد طبعا بتتغير وأول ما بيتغير في العسل هو اللون بتاعه فمع مرور الوقت بيصبح اللون بتاع العسل اسود وده بناء عن التقرير اللي وارد في المجلة اللي احنا قلنا عليها في أول الكلام الأسطورة التالتة بتقول أن العسل السميك الكثفة بتاعته عالية يعني العسل السميك الجودة بتاعته بتكون عالية كل ما كان العسل السميك بتاع الجودة بتكون عالية للأسف كون أن العسل يكون سميك أو غير سميك ده بيرجع لطبعا كمية المية أو كمية الرطوبة الموجودة في العسل والمحتوى الغذائي الموجود في العسل والمصدر بتاع الرحيق والأزهار والطواف بتاع النحل بحثا عن الأزهار كل الحاجات ده هي من شأنها أن هي بتأثر في سمك العسل أو اللزوجة بتاعت العسل إن كان تقيل أو خفيف أو كسافة بتاعت العسل طبعا في الأسطورة الرابعة بتقول كل أنواع العسل تتطابق في المزاق والشكل وطبعا الكلام ده هو مرفوض جملة ما تفصيلا وكلنا عارفين إن ده بتحدد على اللون بتاع الظهرة والموسم اللي قطفنا منه وطبعا العسل بيختلف السدر غير الظهرة البرسيم غير كل حاجة ولها حاجة فبالتالي اللون بيختلف والمزاق نفسه حتى بيختلف من عسل أو من نوع عسل لآخر المعلومة الخامسة والأخيرة بتقول إن تسخين العسل بيعمل لنا مشاكل ومشاكل كبيرة جدا إن بينبعث منه سموم ودية واحدة طبعا من أكبر الأساطير أو الخرافات اللي تقالت عن العسل فعند تسخين العسل الطبيعي لا تنبعث منه أبدا أي سموم ولكن يجب أن نضع في الاعتبار طريقة الطريقة اللي احنا هنسخم بها العسل والتسخين لو تم على درجة حرارة عالية أو بالتسخين المباشر طبعا هيحصل أكيد فيه مشاكل ومشاكل كبيرة جدا بحيث أنه قد يتغير بعض الخواص بتاعته وقد يفقد بعض القيم الغذائية نتيجة التسخين المباشر بالنسبة للعسل وبكده طبعا مكونوا خلصنا خمس أساطير أو خمس معلومات أو منهم المعلومات ومنهم خرافات طبعا بتتقال عن العسل فعشان كده قلناك كلمتين دول أنا مش مغير زراعة ولا حاجة عجبني الموضوع أو لو حتى هنغير ما بيش أي مشكلة خلص شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة